رئيس النمساوي بيجتمع مجددا مع قادة الأحزاب لأحديد ملامح الهكومة القادمة ويمكن برضو وإفنى الأسبوع الماضي عن تكليف الرئيس أو محادثاته اللي تمت بين رؤساء الأحزاب الثلاثة اللي أقر فيها أو طلب منهم المحادثات السلاسية بينهما بين بعض عشان يرجعوا له في الدعوة اللي وجه لهم النهاردة يوم الاثنين ويرضوا عليه نتيجة المباحثات مين عايز يشتغل مع مين تعليقك على الأحداث من الأسبوع الماضي إلى الآن مرة أخرى فعلا هذه الحكومة العصية التي لم تمر في النمسا منذ عشرين عاما أن لا يكلف الرئيس النمساوي حتى يعني لبعد عشرين يوم من الانتخابات شخص بتشكيل الحكومة اليوم نحن داخلين على عشرين يوم وعلى أكثر من ذلك وأعتقد سيبتد الأمر يعني حسب حسب أحد يعني المطلعين بقل لك يعني قبل النمساوي النمساوي قبله سيكون يوجد خص مسؤول عن تشكيل الحكومة والذي هو يعني يعتقد أنه كارني هامر حسب الآن يعني كل المواطيات تشير إلى ذلك لو يجينا لو يجينا لأهم الأحداث والمواطيات اللي موجودة معنا بهذا بهذا الحدث وبهذه الأخبار بنشوف أنه الرئيس النمساوي منذ الفضلات يجتمع بعد ما الأحد مع الأحزاب كلها اجتمعت مع بعض البعض كان آخرها بابلر يرفض كان آخرها بابلر مع كيكل يرفض التحالف مع كيكل ويدعوه لتحالف واسع لمواجهة تحديات الحكومة النمساوية المقبلة وقدم له أسباب وجيهة واضحة قال له بالضبط قال له أنه يعني في عنكم مشكلة كبيرة ونحن ما رح نقدر نتعامل معكم أنتوا ضد الديمقراطية أنتوا ضد حقوق المرأة أنتوا ضد التعددية بسير المشاكل فبالتالي يعني كانت الأسبوع الماضي كان حافل بهاي اللقاءات طبعا لقاء كيكل وابلر تأجل يوم وليلة بسبب مرض كيكل اجتمع نيهامر بابلر صمت حول المستقبل السياسي طبعا اجتمع بابلر ونيهامر مثل ما أننا شايفين اجتمعوا يوم في الأمس مع بعضهم البعض وما ظهر ما خرج عنهم أي بيان أوفا أول أمس أول أمس اجتمعوا أنه يوم الأربعاء يلتقوا وما خرج عنهم أي بيان ولكن قالوا أن الأمور يعني تتجه إلى باتجاه جيد ولكن هذه ليست ليست محادثات تشكيل حكومة احنا عم ناخد الأحداث بالتراجع يعني من الأحداث فالأقدم كيكل ينتقد نيهامر ويصفه بالخاسر في الانتخابات طبعا بعدما أعلن التقى كيكل مع نيهامر ونيهامر فورا خرج بمؤتمر صاحفي قال أنا أرفض أي تعاون مع هربت كيكل لأنه لأنه يعني خرب خرب سمعة الحزب واقتحم مبنى المخابرات النمساوية وسمعته سيئة للغاية فبالتالي أنا لا أجد معه لا أجد نفسي معه بأي تحالف ففورا هنا كيكل هاجمه وقاله فعليا لم يفكر حتى يعني هذا ما بعد المباحثات بساعة فورا نيهامر خرج بمؤتمر صحفي فقال كيكل أنه حتى هو لم يفكر حتى لم يفكر بما هي ومخرجات هذا اللقاء طبعا لو رجعنا أيضا بالأخبار أكثر من ذلك مخافة ذلك متسرب معلومات استخباراتية مع اقتراب حكومة حكومة نمساوية من تضم حزب الحرية طبعا كل المخابرات المخابرات العالمية تعاني وعندها لديها مشكلة كبيرة في وصول حزب الحرية إلى الحكومة وإن يكون جزء من هذه الحكومة فبالتالي بقول لك كل أجهزة المخابرات بدأت خفض التعامل مع النمسا بما يخص المعلومات الاستخباراتية في حال وصول هربت كيكل مرة أخرى للحكومة النمساوية طبعا الخبر الآخر بقول لك تحالف وهذا الكلام اللي نحن فعليا رح نشهده واللي قلنا يمكن من أيام ما كنا عمنا نحلل بمخرجات الانتخابات أن التقاء كارل نيهامر مع أندرياس بابلر ليس يعني لا يشكلون أكثر من 93 مقعد في المرلمان النمساوي من أصل 186 تقريبا أو 182 فبالتالي فبالتالي ليس لديهم أغلبية السلسين لحتى يقدروا يمرؤوا بعض القرارات في البرلمان النمساوي هيكون نسبة ضعيفة واحد من مقعد واحد وهذا لا يكفي فبالتالي هم مضطرين مضطرين أنه يقضلوا معنى حزب الثالث يعني قوينوا أغلبية مش الأغلبية ولكن هي أغلبية بس الأغلبية المطلقة الثلثين أيوة شكرا لك أغلبية ولكن ليست أغلبية بالضبط فبالتالي هو المطروح على الطاول صراحة هو النيوز والمشاعب حتى حتى إذا بتذكر قبل الانتخابات كانت اللقاءات والغزل والغزل الذي نسمعه ما بين نيهامر وبابلر ورايزينجر أنه فعليا يدعونا إلى هذا الغزل طب بس أنا استوقفني لو تسمع يعني استوقفني تصريح لكيكل بعد انتخابات فورالبيرج واللي حقق فيها الحزب بتاعه صحيح تقريبا الضعف يعني وصل من 14% ل28% نعم نعم كيكل قال بالحرف طبعا هو وجه انتقادات للرئيس ولرئيس حزب الشعب واتهمهم بعدم الوضوء لكنه قال قال أنه اعتبر أن حزب الحرية يمثل أكبر مشروع ديمقراطي في البلاد حيث جاء أغلب ناخبيه من الفئة التي كانت لا تصوت سابقا نعم مما يعكس قدرة الحزب على تحفيز المواطنين الذين فقدوا الثقة في النظام السياسي هل هو تصريحه ده ان هو يعتبر البديل الأمثل بالنسبة للناخبين وتحقيقه على المستوى الولايات النجاح اللي زي ده هل ده بيعدد من وجوده ومننساش برضه ان ناخبين هربت كيكل مليون وثلتمئة ألف تقريبا نعم أي حكومة جاية أو ربعمائة ألف أي حكومة جاية لازم تاخد في الحزبان هذه الكتلة الانتخابية ما ينفعش يمر عليها مرور الكرام هذا واقع هل هو محق هذا واقع ومحق طبعا من حقه من حقه هو فعلية لأنه فعلا حصل على أرقام بالنهاية نحن بدولة ديمقراطية واللي بيحصل على الأصوات الأكثر هو بالتالي هو من يرغبه الشعب بالتالي طبعا هلا يوجد ائتلاف على فكرة ما بين حزب الشعب وحزب الحرية في فورالبيرق طبعا فورا ده تكونوا فورا طبعا طبعا منه كان بين الخضر وبين الحكومة اللي فاتت نعم ولكن هلا التفقوا مع بعضهم فبالتالي فعلا كي كان عم بقلك أنه الخيار الشعبي حاليا يتجه إلى حزب الحرية قال لك شغل نقطة هامة أيضا في نفس الخبر أعتقد قال لك أنه حتى حتى اللي كانوا ما ينتخبوه صاروا هن فعليا ينتخبوه بالضبط يعني دائما كما كنا نقول سابقا أن فعليا الجميع يعاقب السلطة والجميع يريد التغيير ولكن هذا التغيير على ما يبدو أنه لن يفلح على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى حكومة يعني حكومة على مستوى النمسا يكون هربت كيكل جزء منها فهنا طبعا نرجع نكمل نيهامر يؤكد موقفه الرافض لكيكل في مؤتمر صحفي حول الأمن والسياسة بالتالي أيضا نيهامر يتمسك برفضه للتحالف يعني كل الأخبار حزب الشعب لن نتشارك حكومة حكومة في النمسا مع حزب الحرية لاحظ الأخبار الكثيرة رئيس حزب الحرية كيكل هذا كما تفضلت به يتهم الرئيس النمساوي بإنتاج الغموض في العملية السياسية طبعا هذا ما يراه كيكل هذا ما يراه كيكل وهذا ما لمسه ولكن هل هذا واقع؟ أبدا ليس واقع أنا حضرت يعني الخطاب الخطاب الرئيس النمساوي قبل أسبوع من الآن يوم الإثنين الماضي خطاب التكليف كان بالضبط ليس تكليف يعني تكليف المشاورات بالضبط تكليف المشاورات فبالتالي قال لك أنك أنت يا كيكل أوكي أنت حصلت على أعلى نسبة في الأصوات ولكن لم تحصل على الأغلبية ولكن لم تحصل على الأغلبية التي تخولك من تشكيلها الحكومة يعني هو لم يجلب 40% لم يجلب 50% 45% يعني 40% وفوق هذا من حقه قولا واحدا الرئيس بديو يكلفه ما في عنده خيار آخر ولكن هو يعني الأحزاب الثلاثة إلى حد ما متقاربة ما بين حزب الـ SBO وحزب الـ SBO 7 إلى 8% 21 و28% وبالتالي الأحزاب متقاربة فقال لهم روحت تفقه وتعول عندي فبالتالي أنه بإنتاج الغموض في العملية السياسية لا ألك الرئيس النمساوي لا يوجد مادة في الدستور في القانون النمساوي أنه يجب أن من يحصل على النسبة الأعلى في الانتخابات هو المطلوب منه أن يشكل الحكومة وهذا ما سيذهب إلى الحكومة المقبلة والذي ربما سنشهد تعديلا ما في الدستور يطلب من الرئيس صراحة بتكليف من حصل على أعلى نسبة الأصوات يعني هذا الكلام ممكن فبالتالي لا يوجد بالعرف لكن الدستور لا يوجد الرئيس يكلف الذي يراه هو مناسبا ويستطيع أن يكمل خمس سنوات مقبلة ويأتي بالاستقرار لأنه بسا غير ذلك ليس شيء فهذا بقول فوضى طبعا هو من حقه من حقه أنا أكيد يعني عما يستخدم مفردات معينة اليمين يحقق مكاسب في الانتخابات المحلية بعد فوضى الانتخابات هل سيذهب هل سيذهب إلى المعارضة حزب الحرية يدعو إلى بيان قبل محادثات الحكومة النمساوية يعني سنلا أعتقد أنه همر الموضوع مرور الكرام يعني بالتالي بابلار تحديات كبيرة في الشارع السياسي النمساوي فبالتالي يعني بالتالي نحن أعتقد الاثنين المقبل سننتظر صراحة يعني كما يقال بحرارة خطاب الرئيس النمساوي ولقاءه لن يكون يعني لا أعتقد أنه يمكن أن يكون خطاب له للرئيس النمساوي لأن لاحظ معي هنا الأوقات جدول الموعيد ليوم الاثنين الساعة الواحدة والنصف مع كيكل الساعة الثالثة نيهامر والساعة الرابعة والنصف أندريس بابدر ساعة ونصف يعني ساعة لقاء نصف ساعة باوزة ساعة لقاء مع الرئيس نصف ساعة باوزة ما بعرف إذا الرئيس هيخرج بنفس اليوم ويأدلي ببيان ولكن لا أعتقد تعودنا دائما بالسياسة النمساوية يكون فيها شيء من التروي شيء من الهدوء شيء من التعامل بموضوعية خاصة من شخصية الرئيس فاندربيل النمساوي فاندربيل فأعتقد سيكون هناك بيان هام للأمة فيما بين السلساء إلى الأربعاء المقبل وإنفقرات كما عودت مشاهدية متابعها إن شاء الله ستنقله بلحظته ومخرجاته باللغة العربية الواضحة وسينشر على infقرات.com سننتظر بماذا الأيام القادمة هي حبلة بالمفاجئات نعم لا أعتقد في مفاجئات لمصارت واضحة بصراح سيكلف نهامر سيكون هناك بعض المظاهرات في الشوارع سيكون هناك بعض الاستياء ولكن الأحداث ستتآكل مع بعضها بعضا وصولا إلى الحكومة النفسوية